هذا واستقبال مع السيد ريسلان سيدفينيس شتوك رئيس البرلمان في أوكرانيا في كييف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وأكد سعادة وزير الخارجية أن البحرين حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع أوكرانيا والارتقاء بها إلى مستويات أوسع خدمة للمصالح المشتركة ومنوهان إلى أن البحرين مهتمة جدا بالحفاظ على الأمن والسلم في القارة الأوروبية والعالم ومتمنيا للشعب الأوكراني السلام والأمن والزهارة من جهته أكد رئيس البرلمان الأوكراني الاهتمام المشترك بتوسيع أفاق التعاون بين البلدين التي تشهد تطورا واضحا في مختلف المجالات معربا عن تقدير بلاده لجهود مملكة البحرين لإشعة السلم وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنسانية ترجمة نانسي قنقر